برنامج هذا يسأل و يقول من ترك ركنا من أركان الصلاة فماذا يفعل؟ نعم من ترك ركنا من أركان الصلاة فعليه أن يرجع إلى تلك الركعة التي ترك فيها الركن و يأتي بذلك الركن الذي تركه فالمثال ذلك لو أنه في الركعة الأولى و أثناء السجود سجد سجدة واحدة ثم قام و لم يجلس ما بين السجدتين و لم يسجد السجدة الثانية فنقول في هذه الحالة عليه أن يرجع و الرجوع هنا اختلف أهل العلم متى يرجع فقال بعض العلم منهم الحنابلة ذكروا بأنه يرجع إذا لم يشرع في ركن آخر يعني إذا نسي هذه السجدة ثم قام ثم شرع بقراءة الفاتحة قالوا بأنه لا يرجع و الركعة الأولى تكون ملغية أو باطلة و البطلان هنا المقصود به أنها ملغية فقالوا بأنه إذا شرع في الركعة أنه لا يرجع و ذهب جمع أيضا من أهل العلم على أنه يرجع إلى أن له أن يرجع بل يجب عليه أن يرجع ما لم يصل إلى موضع ذلك الركن أي السجود مثلا مثلا الرجل لسي السجود السجدة ثم قام و قرأ الفاتحة ثم ركع ثم رفع من الركوع فتذكر أنه لم يسجد قالوا بأن عليه ما دام أنه لم يصل إلى السجود في الركعة هذه الثانية فعليه أن يرجع إلى الركعة الأولى و يسجد لأنه لا يبنى أو تبنى الركعة الثانية على ترك ركن في الركعة الأولى فقالوا أن عليه في هذه الحالة أن يرجع ما لم يصل إلى موضع الركن ما لم يصل وهذا هو الصحيح و لذلك إذا ترك السجدة مثلا و نضرب مثال على ركن من أركان الصلاة فإذا نسيها فعليه أن يرجع إلى هذا الركن ما لم يصل إلى موضعه فلو أنه ركع ثم تذكر أثناء الركوع سجد ولو أنه تذكر بعد الرفع من الركوع سجد ولكن لو أنه سجد في الركع الثانية فالركع الأولى تكون ملغية فعليه في هذه الحالة أن يحسب هذه الركع بأنها الركع الأولى ويأتي بركع بعد ذلك لإتمام صلاته فتكون الركع الأولى ملغية في هذه الحالة أما إذا نسي هذا الركن ولم يتذكر إلا بعد أن وصل إلى موضع الركن ماذا يحصل في هذه الحالة تلغى هذه الركعة ويأتي بركعة ثانية لو أنه أيضا الحالة الثالثة لو أنه لم يتذكر إلا بعد الصلاة بعد أن سلم تذكر أنه نسي ركن عليه أن يأتي بركعة فتكون هي مثل إذا كانت الصلاة الرباعية يأتي بها وتكون له أن رامعة وهذا هو حكم من ترك ركلا من أركان الصلاة لكن لو أنه لم يتذكر إلا بعد فترة تذكر أنه نسي ركن فالصحيح في ذلك أن الصلاة تكون باطلة فعليها أن يعيد هذه الصلاة